بعد عامل ونصف من السياسات التصعيدية الأمريكية توجهها السعودية يعلن البيت الأبيض عن زيارة محتملة الرئيس جو بايدن إلى الرياض الزيارة المثيرة تقول عنها تصريحات الأمريكية الرسمية أنها أتت بعد جهود دبلوماسية متتالية خاصة من الجانب الأمريكي الذي استقبلتهم الرياض خلال الأشهر الماضية خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتعددت أشكال التمثيل الدبلوماسي بتعدد موضوعات المباحثات بين الطرفين غير أن وسائل إعلام أمريكية تقول بأن تمليد الهدنة في اليمن والموافقة على زيادة إنتاج النفط كانت كلمتي السر غير المخفيتين في بلورة أو إصلاح العلاقة بين البلدين وهي استجابة غير مباشرة لسؤال صحفي أمريكي فتح بصوت مسموع بعد ارتفاع أسعار النفط ما الذي حققته الإدارة الحالية من محاولتها لتهمش السعودية على الناحية الأخرى يقول مسؤولون أمريكيون رسميون كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية بأن لا شك في أن مصالح مهمة أمريكية مرتبطة بمصالح سعودية ليكون تطور علاقات البلدين الأخير هو ضمن أولويات استراتيجية خلدت ثمانية عقود في حل حالة لخلافات الأشهر الماضية ويعادة رفع العلاقة المعتادة إلى مسارها الطبيعي يقول بايدن في مؤتمر صحفي أخير لقد شاركت في محاولة العمل لتحقيق مزيد من الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط إذن شعارات السلام والنفط والأمن مزالت أولويات أمريكية رغم محاولات واشنطن لتجاوزها أو تغفلها خلال السنوات الماضية الأخيرة وهما يؤكد ضمنا أن التحالفات الأمريكية يدفعها أحيانا ما تملكها الدول الأخرى من قوة المحددات الرئيسة لعلاقتها مع أمريكا مهما بدت الأخيرة أكثر برغماتية أما موقف الأمريكي الأمريكي فيتباين تجاه زيارة المحتملة للرياض غير أن المهمة في هذا السياق هو الموقف التشريعي الذي يبدو مشترا بين من يرى عودة طبيعة العلاقة بين البلدين هو إخفاق لمعود الرئيس الانتخابية ومن يرى مباركة العلاقة المعتادة بصمت بغض النظر عن الظروف وبين من يرى إصلاح علاقة البلدين ضرورة ملحة وإن طال أو وطيل الزمن أما العقد الأخير فهو ما صرح به الأمير محمد بن سلمان في لقاء سابق مع مجلد أتلانتيك بأن الأمر متروك لبايدل للتفكير في مصالحه أمريكا للإخباري أحمد القرني